السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم جماعة رب يكونوا بخير عودا حميدا كل سنوان طايبين يارب يكون السنة دي من احلى السنين اللي هنمر فيها ان شاء الله يعني السنة دي صراحة كان نفس اقول لكم يا مجيم قوت لان التابلت اللي انا كنت نبشر حالي حصل فيه مشاكله كده المهم يعني انه كل سنوان طايبين ولكن سمعت حكمة كده العمر بن عبدالعزيز كان بيقول فيها ولو ان الناس كل ما استصعبوا امرا تركوا مقامة للناس يدنيا ولدين فعشان كده ان شاء الله يعني هنكمل ومش نستصعب حاجة ولا ولا حاجة صعبة قوي قوي يعني ساعتها ان شاء الله ربنا يحلها هنبدأ بقى في شرح الداتا اول داتا معانا هي روماتيك هارت ديزيز احنا كده كده فاهمين الموضع هو بس مجرد ان احنا هنفتح لبعض هنقرأها مع بعض حتى فهمها هنقولها وخلاص تمام في الاول كده الابجيكتف بتاعة المحاضرة ان احنا هنفهم ان الريماتيك هارت ديزيز ان او اعرف ان تمام دي حتة مهم تاني حاجة ان احنا لازم نفهم ان الميونولوجيكال الرياكشن اللي حصل مع الستريبتوكوكال انفكشن ده وان عباره عن كروس ريكتيف انتيبوت تمام تالت حاجة ان انا اعرف ان الروماتيك هارت ديزيز دي دي واحدة من السيفيرال ماليفستيشن بتاعت روماتيك ايه كفير اخر حاجة ان احنا نشوف السيمتوم والصاين باسوجينس تريتمنت بروفلاكس بتاعت روماتيك مين هارت ديزيز دي يعني موضوع ايه المحاضرة اااب اااب افي حاجات يعني انا هكون اللي هو عامل عليها دايرة فدي الحاجات اللي هي برا الكتاب اللي انا مذكره منه اللي هو كتاب موافع اااء satu حاجة الايبدومولوجي بتاع روماتيك فيفر هو اي خانيا حاطته ان الايبدومولوجي ان فيه ثلاثة في المائة من البرسون وسؤاء الحاجات즈 جروب ايتم حاجات ستيبتوكوكال فارنجايتس يدفولوب ايه روماتيك فيفر تمام combinations تاني حاجة ان من خمسة حوشين ميليون نيو كيس اس آيير ان ديفولوبين Ben country 15-20 مليون من الناس بتكون حالات جديدة يعني كل سنة بتحصل في الـ نأكد على الـ زي ما عارفين لأن الروماتيك فيفر بتحصل في الـ نتيجة الـ كل شوية في الـ بقى زي اللي هو بعد كده هنا بقى هيتكلم لي عن اللي هو حق جزء يعني من المناعة احنا قلنا ان الروماتيك فيفر دي عبارة عن عن اوتوامين دي عبارة فيقول لك من النظريات اللي بتفسر الروماتيك فيفر في نظريات بتقول لك ان الهالة بتاعت الناس اللي بيحصل لهم روماتيك فيفر متغيرة عن اي هالة تانية ازاي؟ قال لك ان هما عندهم الـ اللي هي خلايا اللي هي الماكروفاج والحاجات دي ديان مالها ديان بتحمل هالة مختلفة عن الهالات التانية اللي هو هالة DR7 تمام؟ الهالة ديان دي بتتعرف على خلايا الهارت كأنها خلايا غريبة فبتخلي الماكروفاج تروحها تهجمها وتعمل ايه؟ الانفلاميشن والحاجات دي وتعمل روماتيك مين فيور تمام؟ هنا بيقول لي ان اللي هو الهالة بيقول لي ان الانتجين بريزنتينج سيل بيرنجزة هالة DR7 مولوكيول بريفرش المهم يعني الكلمة دية تمام؟ كمان بيقول لي ايه؟ حاجات يعني فيه نظريات تانية انه نتيجة الهالة طيبينج ميسود أو مش فهمنا الحتة دي بس المهم يعني ان نعرف هنا ان هو بيقول لي ان الانتجين بريزنتينج سيل بتحمل هالة غريبة عن اي هالة في اي انسان نورمال تمام؟ فدين بتتعرف على خلايا الهارت وبتضمرها بيقول لي هنا بقى هو زي اي كتاب بيقول لي ان نتيجة الهارت والجوينت والسكن والبريين تمام؟ وان هي بتحصل في السنة من خمسة لخمستاشر زي ما احنا عارفين ان هي رير ان هي اقل من ثلاثة واكتر من ثلاثين ايه سنة تمام؟ الاورجانزم بتاعنا عبارة عن اللي هو الجروب اي بي تاهموليوتك ستريبتو كوكا تمام؟ وان هي بتحصل بعد ليتانت بريود اللي هو من ثلاثة اسابيع تقريبا يعني ماشي من اسبوع الى خمس اسابيع بين اللي هو مثلا السروت انفكشن او سكارت فيفر ويظهور الكلينكالفشر بتاعت روماتيك مين فيفر بعد كده بيقول لي ان الجروب اي بي تاهموليوتك ستريبتو كوكا الانفكشن دي كل الحالات بتاعت روماتيك فيفر لازم يكون نجاهلهم قبل كده ريسنت انفكشن سواء فرينجايت سكارت فيفر الحاجات دي وان هي عبارة عن كروس ري اكتف اميونيتي يعني اللي هو انتي بادي وسيلر اميون ريسبونس كروس ري اكتوز الهيميون الهيومان قصدي كونيكتف مينتيشن تمام بعد كده ده بقى بيكلم لي يعني عن ان اللي اسمها ايه الارجانزم اللي هيسبب اللي هيسبب الروماتيك فيفر في ازاي بيعملها يعني بيعملها لانه هو بيحتوى على كزا حاجة اول حاجة منه اللي هو الامبروتين ده امبروتين دوان دوان الستريبتوكوكاس بيطلعه تمام وبيخليها انيات ادهيرنس لي الهوستسل وبتانهبت الهوست اميون ريسبونس يعني بتسبب ان الجسم يهاجم الهوستسل وكمان بيصبط الهوست اميون ريسبونس يعني عارفين ان اللي هو المناعة مش عارفة توقف نفسها انها بتهاجم الجسم ثاني حاجة ان هي بتطلع هاليورينيك اسيد كابسول ودوان بيحوط البكتيريا وبيحفظها من اي اميون ريسبونس ليها تمام ثالثة حاجة اللي هو الستريبتوكاينيز ودوان بيديزولف البلود كلوت بحيث ان انا لو البلود فيزل اقفلت ومنعت البكتيريا انيات انتشر لها انا ايه هطلع حاجة تفتح البلود كلوت ديان تمام وتخليني انتشر في الجسم كله رابع حاجة ان هي بتطلع البيبتداز ودوان بيديجريد البروتين انفولفت انزا اميون اي ريسبونس تمام بيكسر اي الا والله لو الجسم هاجم هاجبني بمناعه وكده فانا والله لو الرحمة كسره باللي هو الايه اللي بيبتداز رابع حاجة وهو البيرونيك توكسن ان هي بتطلع توكسن بقى اكيب علشان بتعمل بقى الفيفورش ويه والراش والتشوك والحاجات دي الاو البكتيريا بتطلع انتبروتين estructوات قابسين بتطلع بيبتداز والبيروجينك توكسن والستريبتو إيليز مهمين جداً! لازم نعرف الحاجات داً بتطلع وتعمل ايه بعد كده اللي هو الباصل جانسس ان انا عندي روماتيك فيفر بتأثر على البرئر تريولر كونيكتيف تيشو بص هو حاجات اللي هي بطلعها فيها بتروح تهاجم كونيكتيف تيشو يعني مثلا الهارد.. الكونيكتيف تيشو اللي في الجوينت بس مش كونيكتيف تيشو اللي في الجوينت والحاجات دي بس المهم يعني انها بتروح تأثر على الconnective tissue اللي موجود في اي حتة منها اللي هو البريري أرتريوري الconnective tissue تمام وزي ما احنا عارفين انها anti body cross reactivity مهم بقى نعرف انها cross reactivity ديان type 2 hyper sensitive زي ما احنا عارفين تمام بيسموها اللي هو الموليكلور ميميكري اللي هو يعني اللي هو بصه اللي هو يعني الجسم بيهاجم ايه نفسه cross reactivity هي يعني ما هي اصلا معناها كده المهم يعني بعد كده بيقولي اللي هو ال group A streptococcus biogen has a cell wall composed of branched polymers which sometimes contain imbruteens that are highly antigenic يعني هو بعيد نفس الكلام احنا قولنا ان ال streptococcus بتطلع imbruteens الimbruteens دوان هو اللي بيساعد في ال adherence انها تروح تمسك في الخلايا مثلا الheart او خلايا الجوينت او اي خلايا تانية ويتخلي الجسم ان هو يعتبرها كانتجين وتقيه وتضمره تمام فهو بيقولي ان group A streptococcus biogen تمام لها cell wall السيل وال دوان عبارة عن branched polymers كتير تمام البوليمرز ديا بتحتوي على imbruteens اللي بتطلعها وبتخليها highly antigenic تمام من ال streptococcus ديا بتشبه خلايا الheart اللي هو cardiac myofiber protein myocene under smooth muscle بتاعت ايه بتاعت الارتري والحاجات ديا تمام فبتحفز ان الانتيباضي تطلع ضدها فالانتيباضي لما بتطلع بتطلع من السيتوكاين والسيتوكاين بيروح يكسر من الخلايا تمام والانفلاميشن دوان بيحصل من خلال direct attachment of the complement والfraction receptor mediated تمام اللي بي راح يحفز النيتروفيل والماكروفاج ان هم يطلعوا ويعملوا اليمين انفلاميشن يعني دوان ايه اللي هو ازاي بيحصل عن الانفلاميشن ممكن تمام اهو بيقولي يعني ان group A strept بيكون موجودة في بيتطلع كمية كبيرة من ام بروتين ام بروتين دوان بيحفز ان الاميون جلوبين جي يطلع تمام اجنسة الام بروتين دوان والام بروتين بيكروس ريكت مع اللي هو cardiac cell خلال او خلال الارتري وكده المهم يعني فالانتيباضي بتيجي تمام يبهنا عندنا الانتيباضي هتطلع اه اجنسة الام بروتين بجانب انها هتروح تمسك فيه الارتري وكده تمام اللي مشابهة جدا للام بروتين فبتحفز بقى ايه ان يحصلها انجري وكده تمام يحصل اه اه انفلاميشن اجنسة يعني الهارتو فالفو وكده وصار كوليمة فبتعمل لهم ايه انجري تمام بعد كده بيقول لي ازاي بحصل فالف انجري يعني ازاي الفالف بينضربه كده اللي والله احنا عندنا اعباره عن ايه عبارة عان جزء بره ولجزء ج fails الجزء اللي بره دوان يحصل على الاندوسيليم وجزء اللي جANT họ عباره عن كلاجين وقويء انواع من البروتينات كده اللي هو اللي هو الуют estrogen والouts wait مهم يعني ان انا عندي الانتيباضي زي ما ماعارفين بتضرب اللي هو الاندوسيليم اللي هو عباره عن connective tish中共 تمام المهم يعني دي بتحفز ان التيسل تيجي فالتيسل بتيجي بتفضل تكسر فيه الاندوسيليا لحد ما بتكسره خالص تمام بتشيله كده عن ظهره المهم يعني المهم ان هي بتشيله تمام فبتخلي ان هو يعني يتفتح فلما هيتفتح كده اللي جوه هيظهر تمام فبتخلي اللي هو اللامينار بيزمنت ممبريند دوان ان هو ييكسبوز نتيجة الاندوسيليا لايه دامج فلما هو هيكسبوز ساعدتها المناعة اللي هي الخلايا المناعية هتخش جوه ماشي وهتتعرف على البروتين اللي موجود في الفلف اللي جوه دوان اللي هو يشبه الامة بروتين بردو تمام فبتؤدي الى break down of the valve protein ويبوتوب سبريدنج يعني اللي هو انتشار الانتجين ان هو يعني ان هي الخلايا المناعية بتخش اللي جوه تمام وبينتشر يعني بتنتشر وبتتعرف على انتجين التانية اللي هي بتشبه الامة بروتين يعني تمام اه وبيقولي ان هو لو الفلف دوان افاسكولر يعني اه تقريبا يعني ان هو بيتغز يعني بفزل وكده اللي هو فاسكولر يعني فدوان بيخليه بيقوم نيو فاسكولرايز ان هو يعني بيكون له بلدوز الجهيدة تقريبا وكده فدوان بيكون برضو نوع من الـ damage تمام المهم ان احنا عرفنا ازاي بيتضمر الفلف وكده تمام ان انا عند الانتسليم الاول بيتضمر فبيعرض بيكسبوز يعني البروتين اللي جوه لي الخلايا المناعية وكده اللي بتتعرف عليه كأه كأنه يعني اما بروتين فبتعمله damage وده كله في الاخر بيكون في بقى فايبرين والحاجات دي Joe Heal في ايه بالفايبروزوس والحاجات دي في ايه ما يعمل للفالف ريجرج او انه ويعمل له مين استينوس فبيقولي هون تمام نتيجة انه فيه بقى خلايا كتير هكون موجودة وكده تمام فتعمل لي جرانيولوما فالسكرين دوان هيعمل لي فايبروزز فالفايبروزز يعمل لي استينوسس او يعمل لي مين ريجرج افترض الى انتشار ان فيه انتجينات كتيرة هيا هنتعرف عليها وهنتعامل معها ونعمل انفلاميشن اكتر بكده مهمة الحتة دي لانها ايه مش موجودة يعني في الكتب كده بعد كده بيقولي ده بقى يعني معروفة اللي هو اسناء الستريب انفكشن هتطلع الخلالية الماكروفاج ديا اللي بتروح واخدى جزء من الانتجين بتاع الاستريب تمام وتروح معرضه على استيها عشان تنادي على الهيلبرتي سيل الهيلبرتي سيلي بتيجي بتقتفاد البيتا سيلي بطلع الانتبادي أجنسة السيلول بتاعت الستريبتوكس بكتريا دي تمام وبعدين بقى الانتي بادي دي مش هتتعامل بس مع الستريبتوكس لا ده هتروح تضرب برضو خلال مويكورديوم والجوينت والحاجات دي فتعمل لي السمتوم بتاعت الروماتيك مين فيور دي برضو يعني هو بيقول لي يعني ان احنا عندنا أول حاجة اللي وسصت السيبتابول هو ست إن الشخص دوان أصلا هو دوان يعني الميكانيزم اللي بتحصل بروماتيك فيور تمام إن الشخص دوان ستسيرتابول يعني عرضة بقى سواء إن هو مسلا عايش في بيئة أوفركراودينج بيجيله انفكشن كتير إن هو عنده جيناتكا جيناتكا لي جيناتكا يعني حاجة مثلا بتظهر في العيلة كتير وكده تمام المهم إن هو ستسيرتابول تمام فيكون كمان حوالي اللي هو الانفيرومينتل فكتور اللي هو الأوفركراودينج تمام فدوان بيخلينه هو يتعرض لي لانفكشن كتير فالعرض الانفكشن كتير دي بتخليه ان هو يظهر له مثلا اكيوت روماتيك فيفر مرة تمام بالجانب بقى اللي هو البرسبتاتينج ايفنت ان هو يكون مثلا حصل له انفكشن بالجلوب استريكتو كوكوس دي فدوان يخليه ان هو يخش في اكيوت روماتيك مين فيفر ان هو يدخل في اكيوت روماتيك فيفر فدوان يخلي ان جسمه كون خلايا خلايا مناعية ضد الهارت مرة ايه تمام فلو حصل انفكشن كمان اللي هو اللي انا علامة عليها رقم سبعة دي اللي هو حصلت انفكشن كمان من الاكيوت روماتيك فيفر دي يعني انا مثلا عالجت الاولانية دي وبعد فترة جت له كمان مرة فدوان هيدخلوا في روماتيك هارت ديز نتيجة ان هو الخلايا اللي موجودة يعني هي كانت مستنيها بس كمان خبطة وتروح مدمرة الفلفلات والحاجات دي تمام فدخلته في روماتيك مين هارت ديزيز الحتة بقى لها رقم خمسة دي اللي هو نفس الكلام يعني مو من هي حتة ملاش لازمة ماشي اقرأوه وخلاص يبقى احنا كده احنا كده احنا كده اتكلمنا عن ايه بس المو من احنا كده كده كنا بنتكلم عن الابودومولوجي اتكلمنا عن اللي هو الباستوجينيسيز ازاي حصل وكده نحش بقى على اللي هو الكلينيك هارمين برزنتيشن هو نفس اللي في الكتب ان انا عندي بس هنا بس النسبة هي ما بيحصل كاردايتس ارثريتس ارزيما مارجينيتم الكورايا اللي هي الحاجات دي فعندنا الكاردايتس بتحصل في السقفة اكتر من 60% من البيشنط من الأكيوت روماتيك هارت ديزيز بيبرجرس للروماتيك هارت ايه ديزيز تمام بيقولي بقى ان هو المانفستيشن ان هي بتضرب الاندوكارديام والبريكارديام والميوكارديام يعني ان هي بتعمل باند كاردايتس وان الفلفرار دامج is the whole mark وفي الروماتيك ايه كاردايتس تمام هو الهولمارك يعني ده اكتر حاجة تثبتلي ان ديان روماتيك كاردايتس وكده ان يحصل دولفرامين دامج اكترهم من الميتر فلفرار هو اللي يندرب لان الميتر فلفرار دوان البرجر فيه اعلى واحد تمام فهو اول واحد بيكون ايه مضروب وبعده بقى الاورت زي ما احنا عارفين وبعده كده اللي هو الترايكاسبيد ثم البالمنورش تمام الجوينت زي ما احنا عارفين بيحصل الارثريتس دي بيكون بيكون بولي ارثريتس وانه هي یہ بتضرب اللارج جينت اكتر من الالي سمولار وانه هي بيكون فيه بقطة الاريديسى.. وتندرنسى وال웃 � merde زي ما احنا عارفين اه mandateم زي ما احنا عارفين ان هي عبارة عن انه هي المارجين بيكون حامرة يعني تمام وفي النص ايه? بالور وانها بتحصل عطرانج وتحصل في الايه? في الاتراف تمام ال المpis抜 بيكونcalled called cryopемонus ورير ان يكون في الادلت دي ان هي الحتة الزيادة يعني وان هي بقى عبارة عن انفلانتري موفمنت كده بيكون زودوبوز والي هي الحاجات ايه اللي احنا عفنها بولك ان القرية فورم موفمنت دي بتأفكت بارتيكولاري الهيد وي الابر لمب وان هي بتمي بي جنراليز او ريستريكتد لونسايد اوف الايه البودي وان القرية دي انفلانتشولي ريزولف كمبيلتلي يوزن سكسين ويكس تمام وان هي بتضرب فين وان هي ممكن تكون جنراليز في جسم عموان او ريستريكتد لجزء الونسايد بس وان هي بترزولف خلال ايه ممكن ترزولف كمبيلتلي خلال مين سكس ويكس اه تمام السبكتون وسندول زي ما احنا عارفين دي بيكون عبارة عن سمول نديول بيكون بالنس بيكون روند بيكون فورم اه وان هي بيكون اندرلائنج الاسكن تمام وان هي بكون نزود بس انها من مليمتر لي واحد ونصف سنتيمتر وان هي بكون فوق البوني برومينانس زي القلب والتشان والسباين وان هي عادة بكون ايه بتلاس يعني لونجر زين وان ايه مونس تمام هتقعد يعني شهر وبعد كده تخيف دي من السابكتين واسنديول يبقى الكلين كمانفستيشن قلنا مين قلنا كارضايتس ارثرايتس اريزيما مرجينيتم كورايا سابكتين واسنديول هو هنا تعريبا يعني مرتبهم حسب اكتر الاشهر فالاشهر فالاشهر تمام قصد الاشهر فالاقل وفالاقل اللي هو البوليورسوريتس اشهر حاجة بعد كده الكارضايتس بعد كده اللي هو الارثيما بعد كده الكورايا بعد كده السابكتين واسمين نوديول تمام يبقى كده دي ينكليني كالمين برزينتيشن نحن نشوف احنا بنسجل ايه الحمد لله طب ايه الانفستيجاشن انا هعمالها الروماتيك ايه فيفر intertwined ايه كان في عندنا مقسمة عن ايه كان في الكتاب samh الدكتور موافي انهоко القسمهم اللي هو حاجات لابراتري ويه حاجات gezeigt ali اني نرى الحاجات اباراتجن dove اعمل مثلا ليهون التباية الشيسب تأكد ايوان حاجات لابراتري وحاجات ang май Gathering z ministerênio 청ن camps الآن نعمل ESR iens وكلهم حاجات مشي سبيسيفك للروماتيك فيفر فهو هنا الدكتور حاطت اللي هو الانتستريبتولايسن أو تيتر اللي بيكون في 80% من الحالات بيكون عندهم زيادة في الانتستريبتولايسن أو تيتر دو وكان في حتة جميل جدا كان دكتور الشفح بيقول ان الاريسنج تيتر is better than الهاي تيتر يعني مثلا عندنا هو موجود في كتاب دكتور موافي ان الانتستريبتولايسن أو تيتر دو هاعتبره روماتيك فيفر إمثلا ما يكون أكتر من 250 في الأطفال وأكتر من 300 قصدي في الأدلت وأكتر من 330 في الأطفال فأنا لو لقيت الرقم دوها موجود عالي يعني في شخص اللي هو مثلا أكتر من 250 في الأدلت ولقيت شخص مثلا تاني عنده 50 بس جيت أقس له تاني لقيت من الشخص دو بقى 150 يعني واحد في عنده 150 استيله بعد ساعة بعد يوم مثلا لقيته لسا 52 والتاني 50 واستيله بعد يوم لقيته 150 فبيقولك ان التاني اللي كان 50 وبقى 150 دو ده كده يثبت ان هو روماتيك فيفر عن اللي هو 250 وفضل 250 ان الاريسنج تيتر اسبتر زان الهاي تيتر تمام؟ لأيه لأنه ان هو بيزيد معنى كده ان في حاجة بتزويده تمام؟ اللي هو الانفكشن لكن ان هو ثابت لا معنى كده ان هو أصلا مش يعني ممكن ما يكونش روماتيك فيفر تمام؟ المهم ان الدكتورة حطيتها هنا واوا ان الاريسنج تيتر اس مور كونفينانسي يعني ان هو عمله يزيد دوان بيدل على ان هو روماتيك فيفر تمام؟ ويقول ان لو الانتستريبترايسن أو تيتر مش موجود ممكن اشوف الانتدينيز والانتهالوردينيز والحاجات ايه دي تمام؟ يبقى احنا قلنا ان الاريسنج تيتر اسبتر زان اللي هي الهاي تيتر تمام؟ ان انا لاي العيان التيتر بتاع الانتبودي دي اللي هانتستريبترايسن ده عماله يعلى احسن من انا لايعه لان هو ممكن يكون عالي وهو واخد العلاج فهو ما عندهوش انفكشن لان هي لسه الانتبودي موجودة في الجسم تمام؟ لكن ان هي عماله تاعله 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 بمعنى كده ان فيه ريسن تينفكشن دلوقت تمام؟ المهم ان احنا قلنا اول حاجة اللي بقى انتستريبترايسن أو تيتر ده احسن حاجة اتاني حاجة ان انا اخد سروت كالشير عشان اشوف لو فيه انفكشن ولا لا اخد من اتنين تاتا عينة كده في حاجة بقى ممكن نعملها تاني زي ان انا شوف اللي هو الليكوسايت هاليه عنده ليكوسايتوزيس الاسر هاليه عالي هاليه عالي وحنا عارفين ان هعمل الالتوكارديو جرام تمام؟ آآ ودوان هكرره آآ بعد اسبوعين وبعد شهرين علشان اشوف لو هو كان عنده بالرولونجت بر انترفل تعال ان كان حصل اي؟ آآ هارت بلوك كده تمام? كان وسوف احنون نشوف هاليتحسن ولا لا أو كده تمام؟ التاني حاجة لو تähست اكس ري هاعملوا برضو هعمل كارديو جرايف على . اي.اي. اي. أليه. أليه والقلبي يعني yeah. وكده علشان هشوف لو فيه الكارديوتس حسنت ولا لا برضو هعمل إيكو كارديو جرام هقرره بعد شهر لو كان نيجاتيف دي هعملها أحسن حاجة قبل الأنتي بيوتك يعني قبل ما ياخد أنتي بيوتك وكده لازم أخد عينة وكده واللي هو اللي هو اللي هو لو مش موجود هعمل الأنتي دي إنيز والحاجات دي وبقررها بعد من 10 ل 14 يوم لو هي كانت إيه نيجاتيف في الأول في حاجات تانية ممكن أعملها لو أنا أصلا خلاص بعت في التشخيص بتاعها عن أنها روماتيك فيفر مثلا شكيت في حاجة تانية لو مثلا أنه عنده أرثرايتس فأنا خلاص أتأكد أنها مش روماتيك فيفر عايزة أتأكد أنها مش حاجة تانية فعمله إيه؟ هعمله جوينت مثلا أصبيريت عشان لو أنا شك أنها سيبتيك أرثرايتس لو أنا شك مثلا أنه أي حاجة تانية عاملة هاربيت البلاكالشار لو انا شكا هشوف بقى اللي هو القبر والسيرو بلازمين والانتي نيوكلر انتي بادي والدراج سكرين عشان هشوف اللي هو اي سبب الموفمينت الغريبة اللي عنده دي تمام والاوتو اميون ماركر والحاجات دي لو انا شكا ان هي مثلا بس روماتيك روماتويد الحاجات اللي هي بتشبه يعني روماتيك فيفر وكده تمام يبقى احنا كده خلصنا مين خش بقى على اللي هو الكاريتريا اللي بيديوغنوز ان هي روماتيك فيفر واحنا عندنا في الكتاب وحاطت بص اللي هو الموفايد جونس كريتيريا اللي هو بيقول اتنين ايه ميجر او واحدة ميجر واثنين ميجر فهنا بقى حاطت لك كزا حاجة فيه اللي هي الموفايد سنة 1992 وفي الموفايد 2015 وفي الجديدة الموفايد 1992 بتقول ان انا عندي فيه ميجر كريتيريا والميجر اللي هما زي ما احنا عارفين اللي هو كاردارتس أرسرايتس كورايا والصابة كوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك ان يكون في بعض من الماينور وبعض من الماينور وانه حصله قبل كده انفكشن بالستريبتو كوكل سواء ان هي سروت اللي هي فارنجايتس او سكارلت او اي حاجة المهم ان انا هلاقي عندي مثلا لو خدت سروت سواب هتطلع بوزوتيف او هلاقي عنده زيادة في الانتي ستريبتو كوكل انتي بوضي تيتر طب اللي هي الفين وخمستاشر جونس كريتيريا موضفايد برضو ان هما اسموا الماينور للوريسك وهي ريسك وي الماينور برضو لوريسك وهي ريسك انا حاجات كده صراحة متهاش لازم المهم يعني اللوريسك ان هو يكون كاردريتس وارثريتس بس اللي هو بولي ارثريتس تمام البولي ارثريتس ديان لوريسك لكن المونو ارثريتس ديان هاي ريسك زي ما احنا عارفين ان البولي ان هي ضربة كذا حاجة ديان يعني ايه عادة ببعد شوية عن ان هي تكون روماتيك فيور لكن المونو لان احنا عارفين بتاعت بتجي بتضرب جوينت وبعد كده بتنط لجوينت تاني تمام فانها بيكون مونو تمام القرية والارزيما امرجيناتم والساقوتين واسن الديول موجودة هنا وهنا في والماينور برضو هيقسموها لكده تمام اه المهم يعني اللي انا بشخص بها بقى ان انا عندي والله لو جات له اتاك واحدة بس برايماري بسوده في الاول مرة جيله فانا هشوف هل موجود اتنين مجر ولا واحد مجر واثنين ماينور تمام بجانب ان هو كان عنده بريسيدنج اه جروب اي ستريبتو كوكا الانفكشن تمام تاب لو هو جات له تاني مرة بس شخص ما عندهوش اي روماتيك هارت دزيز فدوان برضو هشخصها باثنين مجر اشوف ظاهر عليه في الاعراض اتنين مجر ولا واحدة مجر واثنين ماينور معاهم ان هو حصله قبل كده انفكشن بالايه بجروب اي ستريبتو كوكا الانفكشن اه لتاني مرة دي تمام اه يا ربي تلت اه حاجه ان هو مثلا جات له تاني وهو كان عنده روماتيك هارت دزيز كمان فدوان اتنين ماينور بس لو ظاهر عليه اتنين ماينور بجانب ان هو حصله من فترة كده بريسيدنج جروب اي ستريبتو كوكا الانفكشن فخلص دوان هشخص ان هو روماتيك فيور دلوقتي روماتيك قصد هارت دزيز تمام روماتيك كورايا اه لو هو ظاهر عليه كورايا تمام اه انسيدوا سيعاني فجأة كده تمام فدوان انا هشخص بالنواة يظهر عليه واحدة من ان هو القرية بس يعني انا لو لقيت العيان ظهر عليه قرية فخلاص دوان اكيد تمام لان احنا عرفين القرية بتيجي لما بيكون اللي ايه سار و سيار بيقول الحاجات دي اصلا اختفت تمام اول نواة يقول لي ان هو حصل له من فترة جروب ايه ستريبتو جوكال ايه انفكشن تمام دوان اللي هو ازاي بايه بشخص ايه القرية بتاعت التشخيص تمام الكلينيكال كورس ده بقى انا مش فهم ايه البتاع دوان بس المهم بيقول لي ان انا عندي السبسيكوانت اتاك يعني ان هي بتبدأ ان هي تخف يعني وكده اا بيقول ان انا عندي في بعض السمتوم مع كل اتاك وان الكاردايتس بيسوق مع كل اتاك وان الهارت فالف يعني بتندمر مع كل اتاك يعني اللي هو اصدو يعني ان انا كلما اجيلي روماتيك فيفر مرة بعد كده مرة بعد كده مرة بعد كده مرة فدوان بيسبب ري اكتيفاشن للديزيز فبيسبب ان في حبة اعراض بتظهر في كل اتاك بس في اعراض بتسوق زي الكاردايتس بتسوق الهارت فالف الفالفات بتندرب ممكن اخش في هارت فالور هارت بلوك الحاجات دي تمام في عندنا بقى بيقولك المهم يعني ان انا عندي في الكرونيستي بتسبب فيبروزيس للفلفات وكده فبتضرب الفلف تمام؟ اللي هو الكورد بتاعة الهارف واللي هو الفلف تمام؟ احنا عارفين ان الفلف دون عبارة عن بيكون شكله زي كده كده استنوا ادي دي الكاسب والكاسب دون بيكون مسك فيه حاجة اسمها اللي هو الكوردة ايه تمبناي اللي بتروح تمسك في العضلة بتاعة تمام؟ فاننا عندي اللي بينضرب في الفلف اللي هو الكوردة تمبناي واللي هو الكاسب دون لو حصل فيه بيعمل استنوزيس والكوردة دي لو انضربت ممكن تعملي وكده نخش بقى على اللي هو دون ايه العلاج بصوحنا حجرة بس بنكره الداتة مع بعض لو حد فهم اي حاجة زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا فيه وبريبنشن وفيه اللي هو الكوراتيف تريتمينت البريبنشن دو هايقولو في الاخر البريبنشن بقى ان انا عندي هو هنا حط جزء برضو من البربنشن ان انا عندي لو جاتلي مثلا فلازم اعالجها ببنسيلند عشان امنع ان هي تخش في ايه وبعالج العرض التانية اللي هو الحمى بقى والدرجة الحرارة مرتفعة هتديله مثلا انتبايوريتك لو في بين وكده اللي هي الحاجات دي تمام بدي عشان امنع ان هو يعني اديله الامان ان هو مش هيجيله روماتيك فيفر في حياته فبديله بروفلاكتك لونج اكتنج ايه بنسيلند تمام اي شخص يعني بيجيله كده هو الانتيبيوتك والحاجات دي يعني الاحسن ان احنا اقرأه من كتاب لان هنا هنتوه وكده ان صراح انا مش فاهم ايه اللي الدكتور كان بس المهم يعني ان هو حطت الانتيبيوتك تمام كل البيشنط اللي هم بيجيلهم اكيوت اتاك من الروماتيك فيفر لازم ان هم ياخدوا بنسيلند ودوان هو يعني ممكن اديه تمام ودوان هتديه مرتين في اليوم او ممكن ادي ح說 احنا بحقنا بنسيلند 50 ميلي جرام تمام ودوان هتديه مرة واحدة بس ف اليوم ي 요BLENESYLEN بيتاخد مرتين تمام والأموكزيسيلند بيتاخد مرة واحدة لانها المكزيسيلند مفعوله أكوى من البينسيلند والاتنين بديهمеле مدة 10 ايام أو ممكن اديله اللي هو البنزاسين بنسيلند ودوان جرعة واحدة تمام ان هو بنسيلين او اموزيسيلين او بنزاسين بنسيلين او ارس رومايسين بقى لو هو عنده ايه? لو هو عنده حزيسية من البنسيلين. اه طب بدي بقى اللي هو السلسلات والنانسترويدر اللي هو الاسبرين والكرتكوسترويد والحاجات ديان الاسبرين ده ان هو درجة تمام بدي بجرعة 80% ميلي جرام بركيجي بردي في الاطفال اه تمام اللي هو اربعة لتمانية جرام كده بردي في الادلت. اه المهم يعني بقسمه على اربعة لخمس جرعات في اليوم. وده اول بديه من few days لي two weeks تمام? ا وبدأت العراض انها تتحسن فبدأ انها اقلل الجرعة. تمام? اه و لما بيقولك انها تبدأ انها تتحسن فاحنا ايه بنقلل الجرعة من ستين لسبعين برده برضو يعني اللي هو بعد من ستين لسبعين كده للمدة ايه اسبوعين اربع اسابيع كده. اه في ناس بلا اللي هو بتصادم اللي هو النابروكزين دون بجرعة عشر العشرين. والنابروكزين دون برضو نوع من ان هو تمام زي ولكن هما يعني بدأوا ان هما يبعدوا شوية عن نتيجة الاعراض بتاعته اللي احنا ايه هعرفينها وكده احنا عندنا في برايماري بريفنشن في سكندر برايماري ان انا بقى ايه بمنع النواة يجيل لو جات له بعالجها حلو وبمنع ان هي ايه يتخش يعني في الاتاكو كده تمام فبيقول لي المهم يعني بقى ان هو مسلا بعيده عن تمام والحاجات دي اصلا صعبة يعني هو واحد عش في بقى مزدحمة يقول الناس بعيده عني لأ مش هيقول كده يعني المهم يعني لأ طب لو هو جات له ان هو ياخد ايه اللي هو بروفلاكتك انتيبيوتك تمام وياخد الجرعة كاملة مش اللي هو مجرد ما تختفي الاعراض ولسه ماكملتش مسلا السبعة ايام وكده هروح موقفه لأ اخده تمام بيقول لي هو بيقول ايه بقى زير فورزا من ده مان احسن حاجة يعني ان انا نكمل العلاج وااخده في قتو ايه مش مثلا دكتور كانتقول لي كل اتنشر ساعة ااخده كل اه ساعة كل اربعتشر ساعة ولكده لا اخده في معايده تمام ايه بيقول will prevent almost all cases of acute traumatic fever that would otherwise have developed المهمة كلام ملوش لازمة تمام بس المهمة يعني نحن نعرف ان العيان لازم اكد علينا هو ياخد علاجه في وقت ويأخدوه ايه ويكملو كده السكندري بقى طب لو هي اصلا اا لو هو المهم السكندري بريفنشن بيقولك ايه ده العظيم كلام مكتوب ملوش لازمة البست انتي بقيتك فرصة السكندري بريفنشن هو البنزاسين من بنسيلن تمام بياخدوه كل ايه كل اربع اسابيع وبياخد جرعة اللي هي واحد واثنين مليون دي يونت تمام او ستمية الف يونت لو هو وزنه سبعة واشرين كيلو تمام بياخدوه كل ايه اسبوع اربع اسابيع هو حقنا واحدة بس انتراه ما اسكر تمام ات كان بي جيفن افري سري ويكس او كل اسبوعين المهم يعني حسب الشخص تمام اااا بيقول لي ممكن ما عديش بنزاسين من بنسيلن ممكن ادي عورئل بنسيلن تمام لو الشخص مش حاول ان هو ياخد هؤن وكدا تمام ولكن يزل بنزاسين بنسيلن احسيم من اللي ايه ايه اللي عورل يعني اه لان زي ما احنا عارفين اللي هو الحقن والحاجات د هي احلى من الايه من الأورل كده بتدي مفعول على طول آآااااااااااااااااااااااااااااااا irre pe الحاجات دي في كتاب أحسن بكتير تمام بيقول لي بقى أنا بقى هدي في دوان هدي لمدة قد إي قال لي والله لو العين دوان روماتيك فيفر وزود كاردايتس يعني هي وجدت له روماتيك فيفر بس ما كانش فيها كاردايتس هديه لمدة خمس سنيين أفطر اللاست أتاك أو لحد سن 21 سنة يعني يعني العيان مسلا دلوقت سنه 17 سنة هدي لحد 21 سنة ولا هدي لمدة خمس سنين والله أنا لو أديته لمدة خمس سنين يبقى هو كده هياخد إيه هياخد لحد سن 22 سنة تمام تمام لو أنا أديته لحد 21 سنة يبقى كده هياخد لمدة 4 سنين بس يبقى خلاص أديه لمدة خمس سنين تمام اللي هو الأطول فيه تاب لو هو كان جات له معها كاردايتس بس ما عملتش فالفوردزيز يبقى ده هدي لمدة 10 سنين بعد اللاست أتاك أو لحد سن 21 سنة تمام تاب لو هي روماتيك فيفر جاه معاها كاردايتس وضربت الفالفوردزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيجيزيزييزييزيزيزييي nostic security منها بالدامج الهارت فالف فبتريزولت ان ياما ستينوزس ياما ايه انكمبتنس اللي هو الرجرج يعني تلات حاجة العلاق بتاعها ان انا اشيل فالف وخلاص تمام اخر حاجة اخر حاجة ان اللي عندهم روماتيك فيفر انا دي بتديله انت وياتك عشان ما تجيكش له عدوى كمان لان لو جاتله خلاص هتدمره من الاخر تمام هتدمر الفالفات خلاص وكده وصلنا لاخر محاضرة اتمنى اكونوا استفدتم باي حاجة ان شاء الله خير